من أبرز الظواهر الحديثة في الإعلام الجديد وهي موقع كيك هذا الموقع كيك يمكن كان مختلف عن غيره من المواقع والشبكات الآن مثير جدا رغم انتشاره ووصوله للمجتمع وشريحة الشباب لكنه يواجه نقد كبير وعدم رضا من المجتمع على الأقل من فئة النخب والمؤثرين تقييمك لهذه الظاهرة على الأقل في هذه المرحلة شوف عندما ظهرت الانترنت كانت هناك مقاومة كبيرة لها أذكر الكلام هذا عام 98 ردي في ذلك الوقت أن يا جماعة اتركوا الشباب حيبدأوا يخطئوا شوي عليها ثم حيعودوا حيبدأوا يستخدموا استخدام الأمثال لازلت مؤمن أنا بالشيء هذا ربما يكون الاستثناء الوحيد اللي يعني هزني شويتين هو كيك فعلا كيك الوحيد اللي أنا ما تعاطفت معه أبدا الموقع الوحيد اللي هو فكرة جدا رائعة فكرة جدا جدا جدابة لكن أعتقد أننا كمستخدمين يعني أسأنا فيه كثير لأنفسنا الكثير من الأخطاء موجودة عليه الكثير من الأشياء اللي أعتقد أنه أنه مهي مرضية نهائيا 44% من مستخدمين من المملكة العربية السعودية استخداماتهم ليس جميعهم ولكن غالبيتهم استخدامات مسيئة للغاية حقيقة لم أحب هذا الموقع وقررت حتى أني ما أدخل أنت لا تحمل معرف في هذا أبدا أبدا رغم أنك شخص متفاعل مع الإعلام الجديد لابد أني أعرف ما هو موقع كيك لابد دخلت الموقع اتجولت فيه التقيت بأشخاص كثيرين شاهدت ما يجري عليه وفي الأخير قررت أنه ما ينفعني أنا كشخص يعني ساءني كثير ما يوجد عليه من إساءات كثيرة ومن استخدام سيء قد يكون ما يحدث في الكيك هي عبارة عن ردات فعل الكبت الموجود عند الشباب تحديدا ليش الكبت احنا دائما بنكرر هذه الكلمة يعني أنا أعتقد أنه هناك كان هناك سوء استخدام للفيسبوك أول ما طلع سوء استخدام لتويتر أول ما طلع أعتقد لا أجد مبرر أبدا للشيء هذا يعني إحنا لما بنرجع ونشوف في تربيتنا منذ طفولتنا من أيام الابتدائي أكثر كلمتين بنسمعها هي عيب وحرام ما أثرت فينا للأسف الشديد أنا كتبت مقال قبل مدة بإسم بعنوان أزمة الأخلاق في المجتمع السعودي عندنا أزمة خلقها أنا كنت قد أن أربط هذا الموضوع بهذه النقطة دائما ما تردد أننا نعاني من أزمة أخلاق في المجتمع لماذا هذه القناعة مرسخة عند الدكتور سعود كاتب؟ لماذا هذه نظرة تشاؤمية؟ نعم هي ليست نظرة تشاؤمية كثير من الأشخاص من أصدقائي بيقولوا لي يا دكتور سعود ليش أنت متشاؤم؟ ليش دائما بتصف المجتمع السعودي أنه في عندنا أزمة قيم أنا بتكلم على الموضوع هذا ليش؟ أنا عشت 14 سنة في واشنطن ما أبغى المقارنة أعرف أن المقارنة عادلة المقارنة بتستفز كثير من الناس لكن عندما أجد أن المجتمع الغربي أكثر أمانة عندما أجد أن المجتمع الغربي أكثر صدق عندما أجد أن المجتمع الغربي أكثر التزام بالمواعيد وبالوقت حتى في موضوع حتى الجيران حتى في موضوع الاهتمام بالفقراء حتى في موضوع إيش بقينا في مجتمعنا يعني أنت تعتقد أن المجتمع الأمريكي أكثر قيما من المجتمع العربي أو السعودي أعتقد أن المجتمع الأمريكي متمسك بكثير من القيم في عندك القيم المتعارف عليها عالميا زي الصدق زي الأمانة زي الكثير من القيم اللي هي موحدة بين جميع الشعوب أعتقد أنه لدينا أزمة فيها من خلال تجربتي في المجتمع الغربي لم أعاني منها لم أعاني من العنصرية أحد يتكلم معايا بلهجة عنصرية بينما هنا أسمع كلمات عنصرية تقريبا باستمرار ليش إحنا وصلنا بهذا الشكل أعتقد أنه عندنا مشكلة أنه أول خطوة في علاج هذه المشكلة أنه نعترف بوجودها الكلام هذا بيستفز كثير بيقول لك يا أخي لا تعمم يا أخي أنت بتظلم المجتمع السعودي مو كل المجتمع السعودي بالتأكيد نعم مو كل المجتمع السعودي لكنها ظاهرة موجودة سوق سيارتك في الشارع وشوف كيف طريق التعامل الناس مع بعضهم البعض شوف العدائية الموجودة في قيادة السيارة شوف كمية الغش أنا بنيت دائما بردد هذه القصة بنيت بيت في أمريكا دفعت قيمته بدأوا يبنوه أبغى أجي أنا متعود على الطريقة السعودية أبغى أجي أشوف والله أتأكد أتابعكم تغشوني تضحكوا عليه قالوا ولا تدخل ولا تعتب ما يحق لك تدخل البيت جماعة بيتي طيب أدخل ما يحق لك لما نخلص هنكلمك ونقول لك تعال استلم بيتك استلمت البيت وجدت من أجمل ما يمكن لا غشني كهربائي لا غشني سباك لا غشني دهان شوف لو حصلت أعطوني ضمان لمدة سنتين أي خطأ أي مشكلة إحنا مسؤوليتنا انتقلت من أمريكا إلى السعودية وعندي فيلا صغيرة بديت أجددها وبديت أصلحها والله بدون مبالغة لم يدخل شخص إلى الفلا من العمالة إلا أغشني وخرج وأنا ملعوب علي ومضحوك علي مؤلم جدا لما نقول للناس الكلام هذا يا جماعة هذا واقع السباك يدخل يضحك علي الدهان يدخل يضحك علي لدرجة واحد من أصحاب يقول لي أخرج أخرج من الموضوع وسب لنا نعرف نتعامل معهم هل هذا شيء معقول لازم نصالح نفسنا أنه عندنا مشكلة قيم ويبدأ المختصين في جميع الاتجاهات سواء في المجالات الدينية أو الاجتماعية أو النفسية كلهم بدراسة الموضوع وضع حلول لهذا الموضوع أعتقد أنها ضرورة